اختصار الإجراءات، الربط الإلكتروني للمعاملات، ودعم الشباب وتذليل العقبات التي تواجهه مقترحات تبناها أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل وضع خريطة عمل جديدة للنهوض بالاقتصاد الكويتية. اللجنة التي حضيت بدعم الأغلبية البرلمانية داخل قاعة عبدالله السالم بالرغم من الجدل الواسع والصعوبات التي واجهت اللجنة باتت أمام استحقاقات كبيرة خاصة أمام النواب الذين منحوا الدعم المطلوب لإقرارها وكذلك أمام الشعب الذي يعول كثيرا على أن ينصب الجهد البرلمانية عبر هذه اللجنة للتحقيق تطلعاتهم. كون موجود يعني مع كل احترامي للرغبة المقدمة من الإخوان بشأن تحسين بيئة الأعمال أو من المؤكد إيدي على تشتفكم في تحسين بيئة الأعمال لكن هذا يسمونه دوبليكيشن رح يصير في زدواجية في العمل. نحن كلجنة ما نقبل تسلب اختصاصاتنا بلجان فرعية ولجان أخرى وغيرها وغيرها. الأخ الرئيس الموضوع عندنا وحنا قادرين أن نصدى له ويقدرون نشاركون لهم أي آراء عندهم معانا باللجنة. وتهدف اللجنة الوليدة التي وافق عليها المجلس خلال جلسة السابع والعشرين من ديسمبر الماضية. بناء على طلب النيابي تبناه النائب يوسف الفضالة إلى تذليل العقابات التي تعترض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق طفرة تشريعية تواكب النهضة المنشودة من أجل الارتقاء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخدم فئات عديدة من المجتمع وتخلق مصدر دخل جديد للكويت. هناك أمور قاعدت تأخذ فترة على ما قاعدت تحل. فتشكيل هذه اللجنة أنا أعتقد هي ضرورة لابد منها. نحن صوتوا على الظواهر السلبية. هذا موضوع كلها شباب وهذا أهم من الظواهر السلبية. الطفرة التشريعية كما حددها عدد من النواب تتمثل بتسهيل الإجراءات على الشباب الكويتية وتفعيل دور صندوق المشاريع الصغيرة في دعم الشباب والعمل على اختصار الدورة المستندية من خلال العمل بنظام التراسل الإلكترونية أو تطبيق نظام الشباك الواحدة. إضافة إلى ضرورة إيجاد تشريع متكامل يجمع كل الوزرات والمؤسسات والهيئات المرتبطة بالمشاريع في منظومة واحدة.